هيدا الفيديو عملته للناس اللي عاملي دايت انا مأكد اذا بتتعشوا منها كل ليلة مراح يزيد وزنكون قبل ما نبلش بالفيديو بس بدي منكم تعملوا لايك لهيدا الفيديو واللي مش مشترك عندي على اليوتيوب يشترك هلا ويلا نبلش بالوصف مع بعضنا هون عندي اول شي حبة الخيارة فيكن تقشروها من الاشراء اللي فيها اول بتعملوها باشرة بس انا عملتها باشرة يعني ما عندي مشكل هلا بقطع على شكل مقعبات صغيرة حاولوا قد ما فيكن زغروها يعني حبة الخيارة وهون بيرجع عندي حبة البنادورة بصراحة عم صوركم هيدا الفيديو كانت الدنيا عم تشتي عندي هون وهلا عم بقطع على شكل دوائر وبرجع عم بقطع على شكل مقعبات صغيرة صغيرة قد ما فيكن وطبعا هيدا اهم شي بالوصفة هون هي البصل الاخدر مش بصل العادي بصل الاخدر لازم يكون موجود معها كمان بقطع على شكل كمان صغير صغير وهون عندي حبة فلايفلي طبعا ما رح اخب منها للفلايفلي كتير رح اخب منها شقفتان صغار يعني مت كاترولة كتير لحتى طعمة الفلايفلي كتير تظهر بالاكل فرح اخب منها هيك حبتان صغار وحطوا نشوفوها المنظر شو روعة خليكم معي هلأ هضيف عليهم هون اول شي ملعة لبنة وهارجع كمان ضيف عليهم ملعة تانية وثلاث معالق هخليهم فيكن ضيفوا انتو يعني اربع للخمس معالق حسب الكمية اللي انتو عملتوها انا هضيف هلأ عندي هون ثلاث معالق وهلأ هضيف عليهم كمان ملعة كمون كبيرة وهون الملح يعني حسب الرغبة وبرجع عندي هون الحامضة شوفو لي الحامضة شو حلوة وبرجع بعصرة طبعا بتعصروا بلا بزر انا وقت معي ممكن حبت بزر وهلأ بدي اخلطوهم كتير منيح بقلب هاي تشجات كتير اخلطوهم كتير كتير لحتى المكونات كلها تتجنس مع بعض وحاولوا انكم ما تفعصون يعني شوي شوي بتخلطوهم لحتى ما يتفعصوا البندورة والاخيار معاكن وهون نسيت اهم شي اللي هي والحر كتبولي بالتعليقات من متلي بحب الحر يعني انا بعشق الحر بكل الاكلات هون عندي اياس احنا صغير بفضي فيهم هاللبنات وهالخلطة اللي عن جد اللي بتشهي وهون رشة زيت زيتون وفيكنوا تضيفوا زعتر اذا بتحبوا طبعا وهون حدها رح ياخد خس وهلأ بتدوقة معاكن هون عن جد شي بشهي بسم الله بتمنى انكم تشاركوا هيدا الفيديو لرفقاتكم ومنس انكم تعملوا لايك وتكتبولي تحت بالتعليقات شو رأيكم ونصحتين